السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابق الصف الثالث الاعدادي. هنكون النهاردة درس التغير الاخترض. لو انا افترضت ان فيه عندي متغيرين سين وصوت. احنا دائما بنسمي المتغير سين بالمتغير المستقل. والمتغير صوت المتغير التالع. يعني كل متغيرة قيمة سين تتبعه صوت في التغير. يعني صوت كميتها يا كمان بتتغير. فلو عندي علاقة بتلقي في المتغيرين السين بالصوت. فهلاحظ دائما ان العلاقة بتلقوتهم بتكون صاد تساوي ميم سين. لو كان ده شكل العلاقة بتلقوتهم بمعنى ان الصاد تساوي سابت سابت في سين لجميع قلم السين والصاد. هلاحظ هنا ان العلاقة من الصاد والسين علاقة بطار دائما. ومن المتوصلة على الرمز صاد تتناسب للتغير بطار دائما مع سين. ده الشكل او الرمز بتاع تغير الطارد. هيبقى صاد بتساوي دائما سابت في سين. ومن هنا بتستهدد ان النسبة دائما ما بين صاد وسين نسبة سابتة. يعني لو اسمت صاد على سين هتساوي ميم اللي هو سابت التغير او سابت التناسب. ومنها تستهدد القاعدة تانية برضو. انها لو عندي فيه كنتين للصاد مناظرين لكمتين للسين. يعني فيه كنتين للسين بيجيبون لكمتين للصاد. لو انسان التصاد يقول على صاد تانية هيلاقي كانت بيساوي سين للقول على سين التانية. ازا ما تفعل ان النسبة للصاد والسين هي نسبة ايه؟ نسبة سابتة. نشوف بقى الكلام ده؟ على شكل مسائل. ازا كانت صاد تتناسب او تتغير مع سين. يعني في التغير او تطلق س ما انتفعلها. وكانت صاد يساوي سمع كان يساوي ثلاثة هاو جيت العلاقة منه صاد وسين. ايه شكل العلاقة من صاد وسين؟ احنا انتفعلنا حض inic صاد. تتناسب تراضيا مع سين. اذا تستمتن او حضور ان صاد يساوي ميم سين. حيث المين دي سابت لا يساوي صف. تاولا في كت� الأهمية. في الصلاة حيث مين ساوي لها يساوي صفر. طيب نبدأ أول كذا بيقولك. وكأننا صعد وساوي سبع يعني عرض عن الصلاة بسبعة. مين تسوي مين؟ عندما سين كنت بتسوي ثلاثة. لأنني شير سين من عرض على الثلاثة. يمكننا كلا جدت هتو في التسابة لو مين ساوي ثلاثة. يمكن مين تساوي سبع وعلى عليك سبع على الثلاثة. طيب ما مين تقيمت. المين ارضى عرض بيها في العلاقة اللي عددن. يبقى العلاقة تصبح صاد تساوي 100 كمية ه 7 على 3 سين. يبقى هي دي العلاقة اللي تربطلي صاد بسين. ها دي العلاقة الرياضية اللي هو عيوزها. ثم او قيمة صاد عندما سين تساوي ستة. يبقى اطعود مباشر. عندما سين تساوي ستة. يبقى اذا صاد تساوي سبعة على ثلاثة في ستة. هيتطلع النديد من بعمل十ار. طب انا أستاذ المنقعد الثانية جماعة علشان أجل المنقود الثاني اللي هي هي إزاي أستاذ المنقعد دي هنلاحظ هنا إنه هو مديني حدّا كان قيمة للصات السماية الدينة هنلاحظ إنه هو مديني القيمة القولة للصات أنا بأعطلها صات واحد ومديني قيمة قولة للسين لأنه بيقولك صات قولة بتساوي 7 لأنها سين بتساوي 3 يعني كي صات قرم الناصر الكيمة للسين دي أولا ثم أول قيم صات اتنين أو عايز كيمة الصات التانية عندما سين التانية تساوي 6 يبقى كل قيمة صات قبلها قيمة لسين السادة المنقعد التانية إذا ما أتفقنا اللي هي هي تقول صات واحد على صات اتنين تساوي سين واحد على سين اتنين نبدأ نتعود صات القولة بتساوي 7 على صات التانية اللي هي صات تساوي سين واحد كوميتها بتساوي ثلاثة على سين التانية اللي هي كوميتها بتساوي ستة. من هنا اقدر اهل قيم التصاد ان انا بعد ان حصل ضر بالطرفين يساوي حصل ضر بالوسطين. اه سبع في ستة على ثلاثة. هيبطى انها تكبرطو يساوي اربعة عشر. شوف نسال تاني. اذا كانت صاد تتغير ترضيا مع جزل سين. وكامل صاد تساوي سراعا عندما سين تساوي معا او الاناقب ان صاد وسين. بنفس الطريقة طبعا ما عندي صاد تتناسب مع جزل سين. اذا تستمع عطولي ان صاد تساوي رابع ليه. سادة الانين في جزل سين. سادة في جزل سين. نبنى ان اعطل طريق الاندهاب. صاد تساوي سبع. في جزل سين. عندما السين تساوي اربعة. جزل الاربعة اثنين. يبقى اذا الانين تساوي سبع على اثنين. وكده يجب ان اقيمت نين. اجل اعرض بيها في العلاقة عشان يجب العلاقة من صاد وسين. يبقى صاد تساوي سبع على اثنين جزل سين. هي دي العلاقة التي تبقى صاد بسين. سبب انك تكمل صاد عندما سين تساوي ستاشر. يبقى اعرض على السين ستاشر اذا صاد تساوي سبع على اثنين في جزل ستاشر. تمام? جزل ستاشر اربعة. هيبقى انك عدنا تساوي اربعة عشر. شوفوا كالتانية. اذا كانت صاد تساوي خمسة زايد عين. حيث عين بتتناسب ترضية مع سين. وكانت صاد تساوي اثنين. او بالعلاقة من صاد سين. خذ نبالك هو عادي زيور كنت العلاقة او عايز يجب العلاقة من صاد وسين. يبقى احنا عايزين نختص من العين. ازاي كالباك من حتى ديها. هو بيقول لك ان صاد بتتناسب بعسين. اذا فستنتك بما ان صاد تتناسب بعسين. اذا العين بتتناسب بعسين. اذا العين تساوي مين سين. ممتاز. صاد تساوي حداشر احنا باسين بتساوي اثنين. انا هنا مقاطرش عرض مباشرة. لانه جابك العلاقة من صاد وسين. مش عين وسين. يبقى اللي انا اعملوا ده انا اعرض عن العين. اشيل العين. واحطها في مكانها. يعني اقوله ايه? اذا العلاقة اللي هو مدهدد في المحطيات. صاد تساوي خمسة زايد عين. اشيل العين وحط الكويتة اللي هي. مرافو عليه اثنين سين. كده انا جبت العلاقة من صاد وسين. ولكن عايز اجيب كويتة المجهول اثنين. اجيبه ازاي? من معروات الادهار. صاد تساوي احداشر. خمسة زايد مين. في السين تساوي اثنين. هنحنروا عن عشان يجب كويتة المين. ان الخمسة الراحية تاني بعكس الاشارة. هيمقى مين في اثنين. يعني اثنين مين. حداشر رقس خمسة ستة. ستة على اثنين. اذا مين تساوي ثلاثة. كده انا جبتوا كويتة المين. نقدر نجيب العلاقة بين الصاد والسين. يبقى العلاقة تبقى صاد تساوي خمسة زايد. المين كان بثلاثة. يبقى ثلاثة سين. وهي دي العلاقة بين صاد والسين. ثم تبقين من صاد عندما السين تساوي فقط. مماشي. عندما سين تساوي اربعة عرض يبقى صاد تساوي خمسة زايد ثلاثة فاربعة. هيبقى ان لديك بيساوي سبعة عشر. شوف بساتتان. اذا كانت صاد تنبيع مقصة عشر اصمين صاد زايد خمسة عشر اصمين تنبيع تساوي صد. اثبت ان صاد تتغير طلية مع سين. شايفيني شفاك اللي قدامه بدا? هو عبارة عن ابتدار ثلاثي ومربع كامل. منتاز. اقدر احلله ازاي? فات لنا من السنة اللي فاتت ان احنا كنا من حال النابدال ثلاثي مربع كامل؟ انها ما بنقصها ديها. الصاد تنبيع جزاها صاد. الخمسة عشر سين تنبيع جزاها الخمسة سين. اشارة الاؤصط سالح. ما بلاحظ هنا ان بابدال ثلاثي لا رجع معكم سرعة. ان ببضال ثلاثي مربع كامل بشكل وارغط بزن. بلاحظ ان الاول مربع الاخير مربع. طبعا مجب. ومجب. لازم المربع يكون مجب. الاوصط يكون مجد او ثالث? اتنين في الجزء الاول في الجزء التالث. وده تحقق الشروط كلها تحقق في المقدار. اذا تحللوا باهم الجزء الاول مع جزء التالث وانشارة الاوسط في كل تنبيع. لو انا خدت الجزء للتنبيع للطرفين عشان فاصل ايه من التنبيع? هيبقى عندك صاد نقص خمسة سين تساوي سفر. ودي سالف خمسة سين بعكس الاشارة. هيبقى صاد تساوي خمسة سين. طالما عندك صاد تساوي ساتف تساوي خمسة سين. اذا تساويك النصاد تتناسب طرديا مع سين من المسالات التالية. وربنا اوفاقكم بالسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله.